بعد تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل حول الحقوق المالية والتي تتمثل برواتب الإقليم تصدر الحديث عن تسليم بغداد لحكومة الإقليم مبلغ تريليونين ومئة مليار دينار كقرض يوزع على مدار ثلاثة أشهر الرقم الذي وضع في خانة تهديئة الخلافات بين الحكومتين تبع برسالة الشكر التي قدمها رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال اتصال هاتفي للتوصل لاتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في الإقليم زيارتنا إلى بغداد ركزت على الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كردستان لدعم مقترحات توفير رواتب موظفي إقليم كردستان للعام الحالي اتفاق تأمين الرواتب لموظفي الإقليم عنوان ملف الأزمة المالية لكنه في حسابات سياسيين وخبراء اقتصاديين لم يكن تفسيرا للقرض الذي أرسل من بغداد لأربيل إذ يؤكدون أن رقم المرسل لا يغطي كامل حاجة الإقليم لرواتب الموظفين معضلة الرواتب القديمة الجديدة بين الحكومتين والمرتبطة بريع الانتاج النفطي وغير النفطي في الإقليم ملفات شائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر إلا أن تلك المعضلة وإلا مع بريق حلها في أفق العلاقات بين بغداد وأربيل كادت أن تودي بإحداث نزاع سياسي يصل أثرها للقوى السياسية التي شكلت حكومة السودان تحديدا فيما رأى مراقبون أنه أربكى المشهد السياسي لأنه يتعلق بوعود المنهاج الوزاري وهو محرك واشنطن لطلب التهدئة وإيجاد بغداد وأربيل حلولا لمشكلاتهما يدلل ناشطون على أن ضرورة إنهاء الأزمة بشكل جذري يلزم البحث عن حل أبعد من فكرة القروض حل يصل مداه إلى حلول أزمات معقدة كالنفط والسنجار وحقوق المكونات السياسية في الإقليم وغيرها